بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب أصطف الثالث درسنا اليوم هو الهيكل العظمي أو زاسكيلتون هل فكرت في نفسك مرة كيف تستطيع أن تتحرك أو تجري أو تنتقل من مكان لآخر هل فكرت كيف تستطيع هذه الحيوانات أو الطيور الأخرى الحركة والتنقل من مكان لآخر فالدجاجة مثلا تستطيع مثلك أن تتحرك أو أن تنتقل من مكان لآخر هذه الإمكانية وهذه القدرة العظيمة هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن وهب للإنسان ما يسمى بالهيكل العظمي وهذا هو موضوع درسنا اليوم ستتمكن في نهاية هذا الدرس إن شاء الله من أن توضح أهمية الهيكل العظمي وأن تقارن بين الهيكل العظمي الداخلي للإنسان والهيكل العظمي الداخلي لبعض الحيوانات إذن أعزاء الطلاب ما الهيكل العظمي؟ عليك أن تعلم يا صديقي أنه كما أن للمنزل أعمدة وجسور وأساسيات تدعم المنزل وتعطيه الشكل المميز كذلك فإن للإنسان هيكلا عظميا أو سكيلتون وهذا الهيكل العظمي يتكون من عدد من العظام تعطي الجسم شكله وتدعمه وتحمي أعضاءه الداخلية تركيب الهيكل العظمي structure of the skeleton إن عدد عظام الهيكل العظمي في الإنسان مئتان وست عظمات تختلف في أشكالها ووظائفها وأحجامها فمنها القصير كعظام الرسغ ومنها الطويل كعظام الأطراف يضم الهيكل العظمي كما نرى عظام الرأسي والظهري والصدري وعظام الأطراف السفلية والعلوية فلنتعرف الآن بشكل بسيط على وظائف الهيكل العظمي functions of the skeleton كما علمنا من تعريف الهيكل العظمي من قبل أنه يتكون من عظام تدعم الجسم وتعطيه شكله المميز كما تحمي معظم الأعضاء الداخلية فعظام الجمجمة skull تحيط بالدماغ وتحميه أما عظام العمود الفقري spine تحفظ داخلها النخاع الشوكي وعظام القفص الصدري rib cage والذي يتكون من عدد من الأضلاع يرتبط الجزء الأمامي منها بعظمة القص تحمي القلب والرئتي أما عظام الحوب فإنها تساعد على الجلوز ويتصل بها أطول العظام وأثقلها وهي عظام الفخذ التي تساعد الجسم على الحركة وتشكل عظام القفص الصدري وعظام العمود الفقري وعظام الحوض وعظام الجزء الهيكل العظمي والعضلات skeleton and muscles علينا أن نعرف أن معظم العضلات تترتب لتعمل في أزواج متعاكسة ما معنى أزواج متعاكسة؟ أي عندما تنقبض الأولى تنبسط الثانية فيؤدي ذلك إلى حركة العظام كما نرى في هذا الشكل يوضح لنا كيف أن العضلات تسحب العظم المرتبط بها عند انقباض العضلة فكما نرى أنه عندما تنقبض العضلات الأمامية للذراع ترتفع الذراع إلى أعلى مما يسمح للعظم بالحركة أي الانتقال من مكان إلى آخر كما ذكرنا في بداية الدرس أن الحيوانات أيضا تستطيع الحركة وأن نعمة أو ميزة الهيكل العظمي لم يهبها الله للإنسان وحده بل وهب أيضا بعض الحيوانات نعمة وجود الهيكل العظمي والعضلات فمثلا تستعمل الضفادع عضلات الأرجل القوية لتقفز وفي الكثير من الحيوانات تعمل العضلات في أزواج لتحريك الهيكل العظمي فبعض الحيوانات تشبه الإنسان في أن لها هيكلا عظميا يدعم أجسامها ويعطيها الشكل المميز ويحمي كذلك الأعضاء الداخلية وهذه الحيوانات تتميز بوجود عمود فقري ولذا تسمى بالحيوانات الفقارية ومنها على سبيل المثال الأسماك والطيور والزواحف وغيرها وتتشابه معظمها في أن لها زوجين من الأطراف أمامية وخلفية تستخدمها في الجري أما الإنسان فطرفاه السفليان فقط يساعدانه على الحركة أما الحيوانات التي ليس لها عمود فقري فتسمى حيوانات لا فقارية مما يشير إلى أنه ليس لها عمود فقري ومنها الفراشة والنمل ودودة الأرض وغيرها ولكن عليك أن تعرف يا عزيزي أنه بالرغم من أن هذه الحيوانات التي ليس لها عمود فقري أو اللافقارية كما عرفناها من قبل هذه الحيوانات ليس لها هيكل عظمي ولكن بالرغم من ذلك إلا أن معظمها قادر على الحركة عن طريق عضلات خاصة بكل نوع وجدير بالذكر أيضا أن لمعظمها هياكل صلبة توفر لها الحماية والأمان وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم وقد كان درسا به معلومات مهمة وشيقة حقا وإليكم بعض الأسئلة حتى نختبر مدى فهمنا لهذا الدرس وأرجو أن تجيبوا عن هذه الأسئلة ثم ترسلوا لنا إجاباتكم السؤال الأول فيما تتشابه الحيوانات مع الإنسان في هياكلها العظمية السؤال الثاني ما أهمية الهيكل العظمي حسب ما فهمت من هذا الدرس انتهى درسنا إذا كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا لحظة في التواصل معنا شكرا لكم معنا فهم نتعلم ببساطة